علماء الأعصاب سجلوا نشاطا لدماغ بشري هذا الدماغ يحتضر ويموت اكتشفوا أنماطا لموجات دماغية إيقاعية في وقت قريب جدا من الموت يعني يسبق الموت بلحظات قليلة جدا هذه الموجات تشبه ما يحدث مع الإنسان أثناء استرجاع الذكريات لذلك العلماء هنا نشروا هذا البحث أو هذه الدراسة الغريبة جدا حقيقة وتأكدوا أن هناك حياة أخرى بعد الموت يعيشها الإنسان ولكن هي مجهولة بالنسبة لهم يؤكدون أن هناك دور أساسي للدماغ في عملية الموت وأن التجارب التي مررت بها في حياتك والأحداث والذكريات كل هذه الأمور تراها قبل أن تموت سبحان الله يعني لماذا يحدث ذلك لماذا نتذكر كل شيء أثناء الموت أيها الأحبة الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بطريقة عجيبة وضع فيه نظاما بديعا يشهد على قدرته الخالق عز وجل وضع في هذا الإنسان آيات ومعجزات تثبت أنه سيعود للحياة بعد الموت وليس كما يدعي الملحدون أن الإنسان إذا مات انتهى هذه الميزة موجودة في البشر وأراد الله أن تكتشف من قبل علماء الغرب وليس من قبل مسلمين لأن أي شيء يتحدث به المسلمون الملحد يكذبهم على الفور فتأتي هذه الدراسة من قبل أناس غير مسلمين لتشهد على أن هناك حياة بعد الموت طبعا أيها الأحبة الصور التي سجلوها أو صوروها للدماغ بأجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفين بيّنت وجود نشاط هائل بل زائد جدا وغير مسبوق في منطقة الذكريات وغير مسبوق طبعا يعني الإنسان في حياته العادية لم يسجل مثل هذا النشاط نشاط هائل جدا وخلال زمن قصير فيتوقع العلماء أنك تعيش حياتك كلها خلال ثوان قليلة هي قبل الموت مثل وميد البرق يعني أنت تكون خارج جسدك وتشاهد اللحظات التي عشتها يعني تشاهد المعاصي، الذنوب، الفواحش تشاهد الأفراح، تشاهد الأحداث التي مررت بها هذه التجارب حقيقة حيرت العلماء لسنوات طويلة كيف يمكن للإنسان أن يعيش حياته خلال ثوانين ولكن هذه الدراسة أكدت هذه القضية بالفعل طبعا الدماغ يبقى نشطا ومتناسقا أثناء الانتقال إلى الموت وما بعد الموت ويمكن برمجة الدماغ لتنظيم هذه العملية الموت بأكملها كيف ذلك؟ العلماء يقولون أن هذه النتائج تتحدى فهمنا لمعنى متى تنتهي الحياة بالضبط يعني العلماء أخي الحبيب وضعوا أسس للعلم الحديث قائمة على الإلحاد وعلى إنكار الخالق عز وجل تأتي هذه الدراسة لتصدمهم فهناك طبيب جراح أعصاب في الولايات المتحدة الأمريكية يقول قمنا بقياس تسعمائة ثانية من نشاط الدماغ في وقت قريب من الوفاة ووضعنا تركيزا محددا للتحقيق في ما حدث في الثلاثين ثانية التي تسبق الوفاة مباشرة أو توقف القلب عن النبض طبعا قبل وبعد توقف القلب مباشرة رأى العلماء تغييرات في نطاق معين من الذبذبات العصبية أو الموجات الكهراطيسية يطلق عليها موجات أو ذبذبات جامة وطبعا هناك أيضا موجات دلتا وثيتا وألفا وبتا إلى آخره إذن الدماغ لحظة الموت ليس كما يقول الملحدون الموت هو عملية مريحة نهاية الحياة وانتهى كل شيء لا هي بداية لأشياء أخرى بداية لحياة أخرى الأجهزة استطاعت أن ترصد موجات الدماغ وتحلل هذه الأمواج الذبذبات هذه الكهراطيسية وبخاصة جامة التي يطلقها الدماغ عادة أثناء التركيز على عمل محدد يعني واضح أن الميت هنا لا ينتقل من الحياة إلى الموت إلى اللاشيء لا ينتقل إلى حياة أكثر تركيزا وأكثر تأملا ويسترجع ذاكرته ويتذكر ما سعى من قبل وكأنه يرى أشياء تحدث أمامه ولكن لا تبصرون قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لذلك هنا أيها الأحبة هذه الدراسة العلمية المؤكدة تأتي اليوم كدليل ماد ملموس على وجود حياة بعد الموت ويجب على العلماء هكذا هم يقولون يقولون يجب علينا أن نعيد نظرتنا أو نغير نظرتنا للموت بناء على هذه الدراسة لأنهم كانوا يعتقدون أن الموت هو النهاية يعني عندما يموت الإنسان انتهى كل شيء وسيتحول إلى تراب بلا رجع للأبد ولكن هنا تبين وبخاصة من خلال تجارب ما يسمى الاقتراب من الموت وهي دليل أيضا وضعه الله في الإنسان ليعرف الناس أن هناك حياة بعد الموت فهذه التجارب حقيقة تؤكد أن الإنسان عندما يغيب عن الوعي يرى كل شيء من حوله طيب كيف يحدث ذلك؟ هو فاقد الوعي تماما ولكن عندما يفيق تعود له الحياة من جديد لو صح هذا التعبير يصف لهم غرفة العمليات والأطباء وماذا كانوا يفعلون وكان ينظر إليهم طيب شيء محير والله أيها الأحبة هذا الأمر أن الإنسان وهو فاقد للوعي يرى وهو مغمض عينيه معنى ذلك أن هناك شيء داخل الإنسان وكأنه يخرج ليشاهد ويراقب ويخزن في الدماغ هذه الصور ليسترجعها بعد ذلك وهنا نأتي لآية دقيقة جدا تتحدث عن خروج النفس أثناء النوم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفى النفس كلما نام الإنسان يعني فقد الوعي أو غاب عن الوعي كلما نام تخرج نفسه خارج جسدي ثم تعود وهذا دليل إضافة أيضا على أن النوم هو الموت الصورة كل يوم الله يذكرك بالموت سبحان الله من خلال النوم يقول لك تذكر أهم يوم في حياتك هو يوم موتك وأكثر يوم يتم إهماله من قبل الإنسان هو يوم الموت في حياته الإنسان يسعى لكل شيء ولكنه لا يفكر بأهم لحظة في حياته وهي لحظة موت لا يفكر بها سبحان الله طبعا أيها الأحبة الأطباء يقولون على الرغم من أن من يموت يغلق عينيه يغادر هذه الدنيا ولكن أدمغتهم تستعيد الذكريات وترى أشياء نحن لا نراها ويسمعون أشياء نحن لا نسمعها ربما طيب هذا دليل هذا دليل على وجود ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة طيب ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم هو يعذب لأنه يتذكر ما سعى يتذكر أعماله السيئة يتعرض للضرب من قبل الملائكة نحن لا نرى شيئا وذوقوا عذاب الحريق يبدأ العذاب منذ لحظة الموت أيها الأحبة آية الأخرى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت طيب ما الذي جعله يطلب العودة للدنيا ليعمل صالحا لأنه رأى في هذه اللحظة أعماله السيئة ورأى العقوبة ورأى مقعده من النار وهذه الأشياء كلها أكدها القرآن والسنة المطهرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا أن الإنسان يرى لحظة الموت مقعده من الجنة أو من النار فالمؤمن يشتاق للقاء لا يشتاق للجنة فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه ولكن الكافر عندما يرى مقعده من النار يكره لقاء الله وكره الله لقاءه لذلك أحبتي في الله نتمنى منكم أن تتذكروا لحظة الموت أن تعلم أن أعمالك السيئة الآن التي تقوم بها ستكون حاضرة أمامك لحظة الموت تخيل أنك الآن تشاهد فيلم إباحي مثلا أو تأكل مال إنسان أو في رقبتك دين لم ترده لهذا الإنسان أو أنك تعق أبويك أو أنك تسرق أو تأكل حرم أو أنك تزني أو ترتك بفعل محرم تخيل لحظة الموت سيعرض أمامك كل هذا الأمر وهذا الكلام علميا دقيق وقرآنيا أيضا صحيح يوم يتذكر الإنسان ما سعى لذلك نسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن يرحمنا جميعا وأدعوكم دائما للعمل بحديث النبي أكثر من ذكر هادم اللذات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة